أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً بالعاصمة الأفغانية كابل وأصفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى أفغانستان وأسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة وأعربت عن تمنيتها بسرعة الشفاء للمصابين هذا وتؤكد مصر مجدداً أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وسورها اشتركوا في القناة